اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقة النهاردة من يحكى أنا وهي استكمال لموضوع حلقتنا عن الحمل وبكرر وبعيد لكل المتابعين ليحكى أنا وعلى صفحتي الشخصية يا جماعة احنا بنقدم هذه المعلومات بناء على رغبة يعني آلاف من السيدات والزوجات اللي قال طلبوا مننا هذا الأمر فعشان يبقى بنردي كده زي ما يقولوا جميع الأطراف أكيد لما هنخلص حلقاتنا دي عن الحمل وكل ما يتعلق به هنرجع بقى تاني لموضوعاتنا الخاصة بالأطفال اللي انتم متعودين عليها موضوعنا التالت في حلقة النهاردة هو عن الرياضة خلال الحمل التدريبات المنتظمة وحفاظك على اليقتك البدنية بيخلوا جسمك في حالة رائعة طوال فترة الحمل لكن لازم تاخديه في الاعتبار أن كل اللي بتعمليه هو في الأساس عشان مصلحة الجنين كل الرياضة اللي حضرتك بتمرسيها آه عايزة تحفظي على صحتك وكل حاجة تمام لكن في الأساس الهدف الأول دلوقتي الأسمة هو الحفاظ على صحة الجنين يعني النشاط الرياضي اللي حضرتك هتمرسيه لازم يكون مناسب للجنين تمرينات الرياضة بتحسن عند حضرتك طبعا أداء القلب والدورة الدموية والرئتين الرياضة أكيد كمان هتساعدك على التحكم في الوزن بشكل صحي خلال الحمل الرياضة هتقلل مشاكل الجهاز الهضمي الرياضة هتخفف وجع العضلات هتخفف أو هتقلل قوي حدوث التقلصات لأنها بتخلي عضلاتك في حالة من المرونة الصحية التمرينات الرياضية كمان بتحفز إفراز مواد كيميائية في المخ زي السيريتونين والدوبامين اللي هي الإندورفنز والمواد دي هي اللي بتساعد على توازن وعتدال الحالة المزاجية والحفاظ على الشعور بالسعادة ومقاومة التوتر الدراسات الطبية أكدت كمان أن التمرينات الرياضية خلال الحمل مش بس بتساعد على الولادة لكن كمان بتساعد على الاستشفاء بعد الولادة بشكل أسرع يعني أن انت جسمك يسترد عافية وصحته بعد الولادة بشكل أسرع وده طبعا بيزود قدرتك على العناية بطفلك وإنك تقدمي له كل اللي محتاجه طبعا لازم التنسيق برضو مع الطبيب أو الطبيبة المتابعين للحمل بأنهم يكونوا على علم وموافقة مش علم بس يعني هم يدون الدوق الأخضر يدوا حضرتك الدوق الأخضر يوافقوا كمان على نوع الرياضة اللي هتمرسيها واللي أكترها من ناحية الأمان هم رياضطين المش والسباحة اسمعي دايما لصوت جسمك وردود فعله خلال ممرستك للرياضة وانت حامل يعني إيه؟ خليكي فاكرة دايما أن اللي بتعمليه زي ما قلنا لمصلحت الجنين ومصلحتك فالتمرينات الرياضية هنا خلوا بالكوا قوي مش الغرض منها إطلاقا انقص الوزد مثلا وطبعا في أحوال طبية محددة لازم مراجعتها مع طبيبك لأن وجودك في حالة منها لقدر الله بيكون سبب كافي لإيقاف التمرينات الرياضية دي بشكل مثالي لازم فترة الرياضة الرياضة اللي هتمرسيها تكون عبارة عن فترات للتسخين يعني تسخني كده الأول ماشي نشاط الايروبيكس والايروبيكس اللي هي التمرينات اللي هي زي إطالة العضلات عارفين لما بتشوفه في مباراة كرة القدم يقول لك اللعيب ده بيسخن مش بيسخن مش بيجهد نفسه أو بيبتدي يتحرك يجري بسيط تمام تبتدي يعمل تمرينات كده يمين وشمال بالزراع وبالرجلين يعني ناس كتيرة قوي قوي بيبعارفين تمرينات الايروبيكس أو التدريبات الهوائية دي تمام وتنظيم التنفس وشرب المياه ضروري طبعا خلال يعني فترة الحمل بشكل عام وضروري بشكل خاص خلال ممارسة الرياضة لازم كمان تخلي بالك أن الملابس والأحزية اللي تستخدميها وانت بيتمارس الرياضة تكون مريحة وملأمة خلي بالك أن لازم الأحزية تكون ملأمة قوي لكي طوال الحمل مش بس خلال الرياضة عايز بقى ألخص لحضراتكم قصة ممارسة الرياضة في نموذج كده نفضل حافظينه كلنا وهو كلمة فت مش فت اللي هي مناسب لأ فت F-I-T-T F-I-T-T دول أربع حروف اختصار لأربع كلمات بيلخصوا ممارسة الرياضة بشكل عام خلال الحمل الأف أول حرف اللي هو الأف ده بيرمز لكلمة Frequency يعني إيه؟ يعني التكرار يعني كل قد إيه المفروض ممارسة الرياضة Frequency كل قد إيه المفروض أعمل الرياضة كل قد إيه وانا حامل الإجابة هو أنه يفضل البداية بمعدل بسيط يعني إيه؟ يعني يوم مثلا أو يومين في الأسبوع هلتوا بالك وانا قلت إيه؟ يوم أو يومين في الأسبوع حتى لو كنت حضرتك بتمارس الرياضة بانتظام قبل الحمل وبعد كده انت بقى هتتحكمي يعني أو هتعرفي هل ممكن نزود عدد الأيام ولا لأ إحنا قلنا هنبدأ بيوم أو يومين ما لنجدع وكنت تعملي قبل كده فيه ناس تقولك أنا كنت بمارس رياضة كل يوم لأ أنت دلوقتي حامل فتبتدي بيوم أو يومين وبعد عدة أسابيع يوء أسبوع أو أسبوعين ثلاثة بتبتدي أنت تحكمي هقدر أزود عدد الأيام ولا لأ طيب يبقى قلنا أول حرف اللي هو الـ F بيرمز لفريكوانسي أو العدد المرات أو يعني الاعتياد الممارسة أديه حرف الآي ده اختصار لكلمة انتنستي أو القوة والقوة هنا المقصود بيها هو قوة وشكل التمارين إيه المستوى اللي أنا أعمل بيه التمارين المطلوب هو المستوى المعتدل النقطة دي بالذات يا جماعة يعني فيه اختبار مهم جدا وبسيط جدا اسمه توك تيست أو اختبار التحدث إيه هو التوك تيست ده التوك تيست ده أو اختبار التحدث عبارة عن قياس قدرتك على الاستمرار في الحديث أو الكلام خلال ممارسة التمارين من غير ما تحسي بصعوبة في التنفس يعني حضرتك احنا قلنا الرياضة المثالية أوي الماشي ماشي حضرتك وانت ماشي اتكلمي اتكلمي مع حد يعني بيمارس رياضة الماشي معاكي أو اتكلمي في التليفوق اتكلمي حلص طول ما انت ادرى تكملي كلامك سواء ما اتفقنا مع اللي بيشاركك التمرينات أو اللي بتكلميهم في التليفون أو كده بشكل طبيعي من غير ما ابتدتي تنهجي ده بيكون مؤشر ان مستوى الجهد أو قوة التمرين اللي بتبزيليه في نطاق الامان بالنسبالك اول ما تلاقي نفسك ابتدتي تنهجي اعرفي ان مستوى التمرين لازم يقل أو يوقف عشان كده اسمه talk test اختبار التحدث يعني وحدك ماشية كده ويفضل طبعا يكون معاكي حد وياريت لو زوجك كمان ويتبقوا ماشيين وده بيعني بيفتح كده أفاق للحديث ما بينكوا في حاجات حلوة وانتوا ماشيين انت وزوجك انت واحد أصدقائك انت وحد من قرابيك لوحدك يا ستي اتكلمي لقيت نفسك بتنهجي اعرفي ان المستوى بتاع الرياضة اللي انت بتمرسيه حتى لو المشي يبقى ده مش صح او يعني قاوي عليك يبقى خدنا حرفين حرف الف وحرف الاي فضلنا حرفين تي الحرف التالت هو تي وبيرمز لكلمة ايه time والمقصود بيه الوقت المسموح للتمرين بيكون قد ايه انا هقول لحضرتك ممكن تبدأي بفترة من خمسة الى عشر دقائق وتزودي بعد كده الوقت حسب مقدرتك بمعدل زيادة اتنين دقيقة في كل مرة لكن بشرط ان الوقت اللي هي تجاوز تلاتين دقيقة كحد اقصى يعني حدك الاقصى في ممارسة الرياضة تلاتين دقيقة نص ساعة مش اكتر من كده وارد جدا ان يكون اقل وكويس اوي برضو يعني ما فيش مشكلة اما اخر الحروف فهو حرف تي التاني اللي هو بتكرر مرة تانية وده بيرمز لكلمة type او نوع الرياضة والمقصود هنا هو نوع التمرين الرياضية المسموحة واللي قلنا ان اكتر انواعها من ناحية الملاءمة والامان هما رياضة المشي او السباحة خلاص دي كانت حلقتنا النهاردة اتكلمنا فيها مع حضراتكم عن اختبار الحمل وقلنا معلومات كتيرة من خلال خمس اسئلة مهمين جدا جدا اتكلمنا عن المحاذير الخاصة بالادوية العلاجية اللي بتستخدم خلال فترات الحمل واتكلمنا اخيرا عن الرياضة خلال الحمل وقلنا القصة كلها ارجعوا لكلمة فت دي لان دي هتحدد لكم حاجات كتيرة او ف اي تي تي هتحدد لكم النوع هتحدد لكم القوة هتحدد لكم العدد المرات وهكذا تمام انا عارف ان الموضوعات ما بتخلصش بس احنا بنحاول ننطقي اكثر الموضوعات الشائعة يعني اكثر حاجات شائعة الناس كلها ممكن تمر فيها خلال فترة الحمل وانا واثق ان في حاجات اكيد حاجات هتفوت مننا دور حضراتكم بقى انكم تسألونا فيها ابعتولنا قولولنا الموضوع الفلاني من خلال اسئلة حضراتكم هتلاقونا بنجاوب يا اما انا بجاوب بشكل شخصي او بناخد هذا السؤال او هذه الاسئلة كرؤوس موضوعات نقدر ناخدها في الاعتبار في حلقاتنا القادمة ان شاء الله لسه الحلقات الخاصة بالحمل مستمرة معنا يعني ان شاء الله في حلقتين كمان باذن الله الحلقة القادمة والحلقة بعد القادمة وهنكون بقى قفلنا هذا الملف بالكامل مع حضراتكم بشكركم جدا جدا وبدعوكم مرة تانية ان اي حد عايز يرجع لأي حاجة قلناها في حلقة النهاردة او الحلقات السابقة ارجعوا لها في اي وقت على وسائل التواصل الخاصة بيحكى انا اشوفكم ان شاء الله على كل خير يوم السبت القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة